كان سيدنا أبو بكر الصديق من أقرب الرجال إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنه عند التحدث عن الصحابة فيكون هو في المقدمة هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن كعب التيمي القرشي وكنيته أبو بكر وأمه أم الخير سلمة بن تصخر بن عامر التيمي ولد عام خمسمائة وثلاثة وسبعين ميلادية وهو أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال وأول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه صحابي جليل ومن أشهر الصحابة وأكثرهم قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا أول خليفة للمسلمين بعد وفاة النبي وأول من أسلم من الرجال وأمه هي سلمة بن تصخر ابن عامر التيمي وقد ولد في العام الحادي والخمسين قبل الهجرة وعمل في بداية حياته في بيع الثياب وقد كان سيدا من سادات قريش ومعروفا برجاحة العقل وقوة التفكير ورزانته وكان عارفا بالأنساب وقد رفض عبادة الأصنام في الجاهلية كما كان حنيفا على ملة النبي إبراهيم عليه السلام كما لم يكن يشرب الخمر أبدا يتساءل البعض لماذا سمي أبو بكر بالصديق خصوصا أن اسمه هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن كعب التيمي القرشي رضي الله عنه وكنيته أبو بكر وقد لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعتيق أي عتيق الله من النار وقيل أن سبب تلقيبه بالعتيق لأنه كان جميل الوجه وقيل لأنه قديم في فعل الخير ومن ألقابه أيضا الصاحب وورد ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا والصاحب في هذه الآية هو أبو بكر رضي الله عنه أما لقبه الأشهر فهو الصديق أما الإجابة عن سؤال لماذا سمي أبو بكر بالصديق فلأنه كان يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء ولم يكذبه أبدا حين كذبه جميع الناس فقد صدقه عندما أخبره برسالة الإسلام وصدقه عندما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بحادثة الإسراء والمعراج وغير ذلك الكثير وهذا كله يفسر لماذا سمي أبو بكر بالصديق رضي الله عنه وأرضاه يذكر أن أبا بكر الصديق كان رحيما بالناس من أشراف قريش ووجهائهم قبل الإسلام وكان في الجاهلية يسقي الحجيج ويضيف الناس واشتهر بكرمه وحكمته فلم يسجد لصنم أبدا ولم يشرب خمرا قبل الإسلام وبعد الإسلام كان من المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل الأذى حتى تنتشر الدعوة والدين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بويع بالخلافة والتي استمرت عامين وثلاثة أشهر ونصف ووقتها صار على خطى النبي فحارب المرتدين والممتنعين عن أداء الزكاة وافتتح بعض بلاد الشام والعراق وتوفى أبو بكر الصديق رضي الله عنه في السنة الثالثة عشر للهجرة وعمره ثلاثة وستين سنة وهو كعمر النبي صلى الله عليه وسلم